بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة بالجميع إلى كتاب يليغيكم برونر من جديد إذن نستقنف مع الموضوع الذي ذكرنا في المسابق Un voyage en parapluie Un voyage en parapluie إذن عندنا سافر بالميدالة Le parapluie مقصود بالميدالة إذن عندنا في أول فقرة جنو كان يكونون أحبال في مدينة دوائية في المنزل في مدينة دربان في المدينة دربان في مدينة تدريخ لأن بيشون كان يكون للنزل في مدينة دربان Given you will be aó أحبال إذن هو يقطن منزلا من خشب طبعا الابو المقصود بالخشب هو أحيانا يعني الغابر لكن هنا كما تلاحظوا بعدها دون الفوري في الغابر منزل من خشب في الغابر إلا بت إذن هو يسكن منزلا من خشب دون الفوري في الغابر ومليو دون كليريخ في وساطة كليريخ إذن نتكلم عن منطقة ليست بها أشجار من الغابر إذن نتكلم عن منطقة من الغابر لكنها ليست بها أشجار إذن هو يسكن منزلا في هذا المكان في مكان ليست بها أشجار إذن أباه هو حطاب كما تلاحظوا في الصورة سان بيجران سان بره يحمل هذا الفقس كما تلاحظوا سان بيره يسكن منزلا من خشب إذن أباه هو حطاب إل أباه هو حطاب إل أباه هو حطاب إل أباه هو أشجار من الغابر إذن نتكلم عن منطقة ليست بها أباتر إذن جنو إذن جنو عندما اهل السادس أبات في الوصف في الناس في اللائح من كعرية في الناس في سيدة في العلق على الناس مع الواقع سيدة إلى الغراء ومشارعقة على الدخول أعبط على منساء عارض في حالًا في نفس هذا عندما أعتقدت البرس عندما أعتقدت كل أعبطر كم وقعتن عندما يعتقد كل أجل كل أشخص Hello Géno Est allé à la ville avec ses parents Il était déjà allé deux ou trois fois, à la ville on était sur le soleil d'eau d'emmulée mais hier il pleuvait la famille va folding le car C'était la première fois que Jeannou voyageais en car Como il était heureux ستاً لابد أنه يذهب إلى المدينة مع والديه من قبل ذهب مرتين أو ثلاث مرات إلى المدينة هو سبق له أن ذهب مرتين أو ثلاث إلى المدينة ونطي ولكن في الصيف ونطي ولكن في الصيف سلوصولاي يعني تحت الشمس عندما ذهب في الصيف المقصود بأنه ذهب والجو مشمس كما نقول على ظهر البغل ذهب على ظهر حيوان يشبه الحمار مياه ولكن بالأمس سبق له أن ذهب إلى المدينة ولكن في الصيف سلوصولاي تحت الشمس والجو مشمس إذن في هذه المرات مرتين أو ثلاث مرات هو ذهب على ظهر هذا الحيوان مياه ولكن بالأمس مياه ولكن بالأمس سلوصولاي هذه المرة ذهب مع والديه ولكن في جو ممطر لذلك لم يذهب على ظهر كما نقول البغل نتكرم الحيوان يشبه الحمار إذن هو لم يذهب على ظهره بل لفامي أبريلو كار العائلة أخذت لكار العائلة أخذت الحافلة ستالة برمية فكو جنو وياجون كار إنها أول مراتين كجنو بأن جنو وياجون كار صافر في الحافلة قبلها كان يسافر على دار هذا الحيوان كم إلا تأغى كم كان سعيدا كم إلا تأغى كم كان سعيدا كم تأغillah في السور كيف أن جنو سافر إلى المدينة محر إلى حيوان كم نقول عاشلين إلى المدينة كم نقول عاشلين إلى المدينة كم نقولawa وصولين إلى المدينة جنو ويطون 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 كم انشاء في أصدف الأaremos asphalt كم؟ صلون ويطون 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 يجرون لماذا يجرون حتى يضعوا أنفسهم نتكلم هنا على أنك تضع شيئا أنك تضعوا نفسك إذن هم يجرون حتى يضعوا أنفسهم في مخبأ من المطر نتكلم هنا على المقصود ب المخبأ ومن المطر يعني أنك تلجئ تلجئ إلى ملجأ تجعلوا شخصا يلجئ إلى ملجأ مثلا أو تجعلوا حيوانا في ملجأ أبغطي عن أنيمال أبغطي كلكا أنك تلجئوا شخصا إذن هنا جانوا يسيباروا أنك تلجئوا لتلجئوا إلى ملجأ لتلجئوا إلى ملجأ إذن هم يجرون أم كانوا يجرون بصو متر على بردو لوضع نفس كما نقول لكي يوضعوا على بردو لبلو في ملجأ من المطر من المطر هذا يحب الوضع بسيق كما نقول لنا 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 لأ لنا لكيه لنا لن لنا يجعلوا أنفسهم موية كما ذكرنا فيما سابق يتبلل حتى لا يجعلوا أنفسهم يتبللون حتى لا يجعلوا أنفسهم يتبللون حتى لا يتركوا أنفسهم يتبللون توطاكوا وفجأة جنو افي دولاري ينبال دعم كينكو ريبا وفجأة جنو افي دولاري ينبال دولاري ينبال دولاري في الطريق ماذا رأى؟ ماذا رأى في الطريق؟ من جز位 حتى لا يكون حطاك المزروح عم هي مطاع Rudما يزال tenían مقام أعلى كه من الجزائر يفعلت على عام kasر كانت تأخذ بيدها بمعنى آخر نتكلمونا على الورب تنيغ عندنا الورب تنيغ فعل كما نقول قبضة باليد نقول لشخص مثلا تيه يعني خد اقبض باليد إذن كانت تأخذ بيدها كما نقول كما نقول كانت تأخذ بيدها فوق رأسها ماذا كانت تأخذ فوق رأسها ماذا كانت تأخذ فطرا كبيرا فطرا كبيرا أحمر بمعنى آخر رأى شيئا تأخذ السيدة وهو يشبه الفطر من حيث الشكل كما تعرفوا بأن الفطر أنه يشبه المضلة إذن هو وراء المضلة واعتقدها فطرا كبيرا تأخذ السيدة فوق رأسها السو ثم تحت هذا الفطر تغوج تغوج الذي كله أحمر إذن نتكلم عن مضلة حمراء يعتقد وهو فطرا أحمرا دول لونين أحمر شديد كما نقول كما نقول فاتح السيدة كانت بشكل جيد السيدة كانت بشكل جيد السيدة كانت بشكل جيد في ملجأ يشبه 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 سنعلم في الخدمات وغير شمبيون رجل هذا شمبيون رجل يطبيع على الأبري لا يسميه نستقنف مع هذا النص في الفقرات القادمة وإلى اللقاء القادم